أسألك على لعب بيقول له فترة مميز مع النادي لا مش في مرات اليوم بس بصراحة ودائما أنا ندي المسأل ده تتكلم في لعب كان بيلعب سنتر باك ثالث في النادي الأهلي مع بيتسو موسماني الآن يلعب وكأنه مهاجم ثاني مع مارسي الكولر وأحيانا يبقى لعب رقم 6 قوي جدا وأحيانا يبقى لعب بيغطي نحية اليمين والشمال بشكل رائع جدا بيعمل كل حاجة في الملعب وبنفس القوة البدنية حتى الديها 120 أنا أتحدث عن حمدي فتحي حمدي فتحي نسخة مارسي الكولر هي النسخة الأكثر تطورا حمدي فتحي هو رجل الاستخلاص رجل الضغط رجل الزيادة العددية من وسط الملعب الأول في مصر في التوقيت الحالي هتلاعب واحد لاعب واحد في الدوري المصري لاعب واحد مصري بيعمل الثلاث أدوار دور حمدي فتحي دايما تحت الكورة حمدي فتحي دايما هو أول خط ضغط من النادي الأهلي بيتواجد فيه حمدي فتحي حمدي فتحي دايما والنهاردة وليه وليه نشرح وإحنا معنا الحالات النهاردة بتاعت حمدي فتحي واحدة ولقطة مهمة جدا 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 استخلاص كان ممكن جدا تصفر عن الهدف الأول لبيراميدز أتبعها ضغط من الدقيقة الأولى حمدي فتحي بيضغط جنب محمد شريف بعدها الوركريت ومعدلات البدنية ويمكنكم لو بنتكلم قفقرة كريم بص وهنا هنوقف بص اللعيب اللعيب اللي بيضغط ده اللي بيجري ده يا كريم جوه 18 بيراميدز جوه 18 بيراميدز وركز على جوه 18 بيراميدز لأن بعدها هيجيب لك هو بيشير كرة منين هو حمدي فتحي الدور اللي بيعمله حمدي فتحي محدش بيعمله في مصر كلها ليه؟ فيه لعيب بيضغط كويس وفيه لعيب بيستخلص كويس وفيه لعيب الوركريت بتاعه كويس لكن مفيش حمدي فتحي مفيش حمدي فتحي في الكرة المصرية نسخة حمدي فاتحي هي النسخة الاكثر تطورا مع مارسي الكولر دي الكرة دي وقف فينا الكرة دي هتالي ارجع سنة ارجع سنة كمان هتالي من اولها من اولها ارجع كمان قبل الفاول قبل الفاول كمان ارجع 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 بصها كريم الضغط اللي بيعملو حمدي فاتح ده في الدقيقة كاما كريم في الدقيقة مية وستة في الدقيقة مية وستة حمدي فاتح بعد كل المجهود اللي بادره في المباراة بيعمل عملية الضغط العالي على فرق البيراميدز وبيستخلص الكورة وبيرتكب أحمد سامي وخالف أكمل بقى اللعبة لا لا أقفها في سعودية السعودية بس عشان السادة مشاهدين يفهموا أنت بتقول إيه يقول لك هوا مش هيروح يخطف الكورة أنت تتحدث عن الضغط عالي هوا مش وقفوا بالسانية وراء وبيحاول ياخد منه الكورة ده رايح ياخدها من منطقته في البيئة مئة وستة آه دي صعوبتها يعني أتكلم على صعوبة كمان المعدل البدني إنه بتتكلم عن دي مئة وستة لعيب بيجري طول المباراة إنه يصل إلى المئة وستة اتنين واحد حمدي فتحه والتطور وحفظه على حالته البدنية الممتازة رغم ضغط المباراة اتنين مرسل كلر وجهازه الفني بالكامل ويانا أخص بالذكر تيزين أندرياس مخطط أحمال النادي الأهلي ممتاز الحالة البدنية اللي عليها معظم اللاعبين وأخص بالذكر كمان علي معلول رغم السن ورغم أن أوقات كتير من الموش وكان الأهلي بيفقد علي معلول في أوقات حساسة جدا من الموش بسبب المعدلات البدنية ما شاء الله ونهار دا بالمناسبة علي معلول قدم مباراة دفاعية في المقام الأول الراجل قاطع في آخر 25 دقيقة 6 كرات في التلت الأول من ملعب النادي الأهلي كلها كانت بتتلعب عليه أو بيتم إسقطع إما أنه بياخد رأسيات 3 كرات منهم رأسيات بيدخل في التحامات هواقية لحد الدقيقة 120 تحسب طبعا لتزين أندرس كميلي الكرة اللي بعديها بقى بتاعت حمدي فاتحي الكرة اللي بعديها دا احنا هنا تكلمنا على الضغط العالي وفي المرتين كان هو بيسمر إن الأهلي بيستعيد الكرة إما عن طريقنا هو اللي بيستعيدها بنفسه أو من خلال قفل زوايا التمرير وخلينا جيب لك هنا وبص حمدي فاتحي اللي قلنا من شوية يا كريم حمدي فاتحي بيتواجد بص هنا كريم بص هنا كريم بص الاستخلاص عظمة الاستخلاص مش بس إن الراجل باصس ومركز على الكرة وبيستخلص دون ارتكاب مخالفة كرة كان وارد جدا من زواية التصويب دي إنها تصفر عن الهدف الأول لبيرامدز لا أنا بكلمك على العيب هو اللي من الدقيقة الأولى بيعمل الضغط العالي في منطقة جزاء بيرامدز هو اللي مشيل الكرة من داخل منطقة جزاء النادي الأهلي بالاستخلاص حمدي فاتحي نسخة مارسل كولر هو اللعب الكمبو الأفضل في مصر اللي بيعمل كل مهام لعيب وسط الملعب سواء مركز 6 أو مركز 8 هاي جدا حمدي واحد من اللعبين العظيمة جدا اللي بتقدم أداء وما يزا ما تشافين حضراتكم من الحاجات الكبيرة اللي عملها مارسل كولر تطوير أداء حمدي فاتحي سواء الدفاعي أو الهو